اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي مشروع مرسوم بتعيين سالم الاذينة رئيسا لمجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة وزيرة كما وافق المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابل المبارك على تعيين عادل الرومي مديرا عاما لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال اجتماعه الاسبوعي الذي عقيد في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابل المبارك اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين سالم الاذينة رئيسا لمجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بدرجة وزير على ان تضم الهيئة عضوية كل من خالد الكندري ووليد القلاف وسعود الزيت اعضاء متفرغين ومحمد التورى ومحمد الكندري وفهد الفهد اعضاء غير متفرغين ووافق المجلس على تعيين عادل الرومي مديرا عاما لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعين يوسف العبيد نائب محافظ البنك المركزي واحمد الجسار وكيل وزارة الكهرباء والماء ووليد الروضان مدير ادارة المساهمات في الهيئة العامة للاستثمار اعضاء في اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما اعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعين فاضل سيد علي بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة النفط مجلس الوزراء وفق خلال اجتماعه ايضا على مشروع مرسوم بتولية 17 ضابطا من طلبة الضباط برتبة ملازم بحري في الجيش وكذلك اعتماد مشروع مرسوم بتولية 17 ضابطا برتبة ملازم في الجيش تم تخرجهم من الكلية الحربية في جمهورية مصر العربية كما اعتمد المجلس تعين اعضاء مجلس ادارة هيئة القوى العاملة والتي تضم ممثلين من الجهة الحكومية المعنية